اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الموسيقى بالزكاء الاصطناعي. انا يعني منبهر بصراحة بموضوع الزكاء الاصطناعي ده ومبسوط جدا. هنخش على الموقع ده وهنحول صوتنا من صوت عادي لصوت آلة تعزف. فدي حاجة جميلة جدا وتقدم خطير جدا في التكنولوجيا في المزيك. هنخش على نفس الموقع اللي دخلنا عليه قبل كده وندوس على كلمة كونفيرت. ولما انزل على كونفيرت هتلاقي طبعا فيه اصوات آآ مجانية تقدر تستخدمها واصوات مش مجانية. لو انت عايز تحول صوتك آآ لحد بيقرأ او آآ بيغني او انجليش وكده. وهننزل تحت بقى هنلاقي في يعني انت تنفع تحول صوتك لآلة موسيقية. فمسلا ينفع تحول صوتك لساكس. ينفع تحول لجيتار ينفع تحول لدرامز تشيله آآ جيتار آآ الكتريك جيتار نوع تاني حاجة زي كده. تعال نشوف موضوع ده ايه نشوف لو انا عملت جملة بصوتي اقولها بصوتي كده هو يحول هالي فعلا ولا لا? فطبعا كل اللي انا هعمله يا اما هجيب جملة معزوفة قبل كده وهو يحول هالي لصوت السكس او انا ممكن اقول جملة بصوتي آآ ونشوف هيعملها ازاي. تعال نقول جملة بصوتي كده. تعال نحاول الجملة اللي انا قلتها دي كده لصوت السكس نشوف هيبقى صوتها عامل ازاي. دي النتيجة المفروضة اللي اهرنا نسمع بقى مع بعض. انا شايف النتيجة مقبولة جدا كويسة جدا طبعا حطناها شوية اه افكتات ولا حاجة ولا دخلنا معها مازيكة هيبقى موضوع ظريف جدا. نجرب تاني كده مع الافكتات. طبعا لو علينا التون شوية عن كده هيبقى كويس اكتر كمان فممكن من نفس الحاجة هنا ابتدي اعلي التون عن كده ونجرب نشوف الصوت هيبقى عامل ازاي? او ممكن كان مفروض انا اغنيها اصلا من طبقة اعلى من كده كمان. نشوف. انا شايف النتيجة كويسة جدا ومرضية جدا. تعالو نجرب اي الى تانية نشوف كده ايه الموضوع. في جيتار اهو. تعالوا نشوف الجيتار ممكن يعمل ايه. نعمل مسلا. حاجة تضحك والله يا تيرابرارا دي طبعا اي حاجة بتسجلها بعد كده ممكن تنزلها من هنا وتحطها على اي برنامج براحتك حالو اي تيرابرارا دي حالو نحط شوية افكتات بقى عشان ايه نمبسط بس الصوت طالع حقيقي بنسبة كبيرة جميل بصراحة يعني دي ميزة بقى كويسة انك تقول اي بقك ولا حاجة وهو يحوله لك بقالة فدي حاجة جميلة هتوفر طبعا على ناس كتير مسلا انت بتعزفش جيتار وعايز جيتار وفوسط المزيكة بقى والزحمة وبتاع يعني مش هيباني ان هو آآ يعني معمول بالطريقة دي تكنولوجيا والله جميلة بصراحة نعلي الطبقة كده نشوف كويس قوي طبعا كل ما يكون الدنيا افضل طبعا يعني انا جربت بس كده حقيقة قلت صورو كده وانا قاعد اي كلام يعني فطبعا لو كان الصورو منظم وماشي على وماشي على حاجة مزبوطة وكده وانت عارف اصلا هتقول ايه وكده الدنيا هتكون مزبوطة اكتر فهي طبعا انا بعمل حاجة سريعة كده بس عشان نسجل الحلقة ونفهم الفكرة ونجرب البرنامج والكلام ده كله وفيه طبعا كزا قال بقى بره ممكن تجربها زي ما انت عايز فهو الموقع يعني تحت التجربة واكيد هتطوروا فيه اكتر من كده واكد الدنيا هتتقدم عن كده بس كده لو عجبكم المحتوى ده اكتبوا لي في الكومنتات ولو نفسوكم في حاجات معينة اكتبوا لي برضو وانا كده كده بدور على كل جديد وان شاء الله اعمل لكم حلقات تاجبكم بس كده ما تنسوش طبعا واشوفكم على خير ان شاء الله في حلقة جديدة شكرا